أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر في مواجهة سياسات معدة لتهجير الفلسطينيين وشدد شكري خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزرية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانجي في بيكين على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكد شكري أن مصر تبدل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفاح مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار